قليلين اقول لحضراتكم وانا بتكلم هنا على نتائج وامور واضحة هنا انا عايز اتكلم عن اتحاد الطايرة عايز اقول لحضراتكم نتائج اتحاد الطايرة النهاردة النهاردة الخسارة التالتة من الارجنتين تلاتة اتنين واول انبارح خسره من ايران واول انبارح خسره من فريق اخر من منتخب هولندا تلات ماتشاط نتائج مبهرة ثلاث خسائر عشان عندنا زي ما سافروا زي ما رجعوا ليه؟ كل ده علشان يعني إلا النادي الأهلي إلا النادي الأهلي بقى ما هو ما ينفعش يا جماعة كده إلا النادي الأهلي اعمل أي حاجة إلا أن أنت تروح النادي الأهلي طب يا جماعة أنا بحب النادي الأهلي وعايز أروح النادي الأهلي اعمل إيه؟ أموت نفسي يعني ولا اعمل إيه؟ حرام عليكو ما يحدث ليس رياضة. الرياضة ليست بهذا الشكل. خلونا نرتقي بالمستوى وبالاسلوب وبكل شيء. أنا والله العظيم تلاتة أنا ممسدق اللي بيحصل. ولا أنا ولا كثير من الأهلوية ممسدقين اللي بيحصل. هو ليه يا جماعة كل ده؟ هو الناد الأهلي عمل لكو إيه؟ هو الناد الأهلي عمل لكو إيه؟ عمل فيكو إيه؟ معرفش. على فكرة ممكن تجيب فريق كلفه 20 مليون ألف مليون جنيه لو فيه حجر أو فيه رقم اسمه كده. وكسب الناد الأهلي ما عنديش مشكلة. كسبه في الملعب. ساعتها الناد الأهلي مش أنا. الناد الأهلي هيطلع يهني الكسبان. لأن هذه هي الروح الرياضية اللي تعودنا عليها دايما من داخل الناد الأهلي. وعشناها داخل الناد الأهلي. مش أنا. غيري كتير عملوا كده. هو إحنا شوفنا عدل الحكام إمتى في كرة القدم؟ من حد ما الدور يتحسن. حالة طرد بقى ودربات جزاء. وشغل حلو جدا أنا هعملكو عليه أو هتكلم عنه بس مش دلوقتي. لأنه تخيل حضرتك أنت بتصحى من النوم الصبح. بتجد أن هناك أحد الاتحادات الرياضات الجماعية. رئيس الاتحاد في هذه الرياضة الجماعية. بيعمل إيه؟ بيكلم لاعبة وبيقول لها أخلص لك مشاكلك أو هي اللي كلمته أنا إسر. هي اللي كلمته وقالت له عمدي مشاكل قال له أخلص لك كل مشاكلك إلا لو هتروح النادي لأهلي. ليه عشان إيه؟ مش فاهم. ماذا فعل النادي الأهلي؟ هل لأن النادي الأهلي هو نادي الوطنية والكرامة والاحترام والأدب والأخلاق والمثل؟ هل لأن النادي الأهلي بيحاول أنه هو يعمل فريق يستفيد منه المنتخب الوطني؟ هل لأن النادي الأهلي بيبحث دائما عن حقوقه؟ هل لأن النادي الأهلي مش عايز يفرط في حقوقه لأي نادي آخر؟ هلأ إن النادي الأهلي بيحاول إن هو يكسب كل البطولات بالحق وبالعدل هلأ إن النادي الأهلي ما بيحبش يزعى وما بيحبش يتكلم ولما بنتكلم بيتم مهاجمة النادي الأهلي بكل الطرق ومن كل القنوات ليه يا فاندم بتعمل كده لو صحة هذه المكالمة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 في الرياضة في الرياضة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا لأن اللي بيحصل ده عيب عيب هو النادي الأهلي عامل لكم إيه عيب النادي الأهلي في أي لعبة أنا معرفش في أي لعبة أنا معنديش أرقام بس حاجة بها لحضراتكم هو الأفضل في كل الألعاب ولما بقول كده الناس بتزعل لما أطلع أقول الحقيقة الناس بتزعل النادي الأهلي مش هتفرق معاه لكن ليه الدرجات دي؟ ليه الدرجات دي؟ النادي الأهلي يعني المفروض أنه هو بيضع اسم مصر في كل مكان عاليا مش المفروض دي الحقيقة حضرتك بتحربوا بكل الطرق ليه؟ ما عرفش عشان ايه؟ ما عرفش أحد الاتحادات يعني الألعاب الجماعية حاليا أنا بكون داتا علشان أطلع أتكلم زي ما حضراتكم تعودين مني ومن هذا البرنامج هطلع أتكلم أنا هفتح قضية ولما هفتح قضية هجيب كل أطرافها الأول هطرحها أمام الرأي العام بالورق والمستندات وكل شيء وبعد كده من حق أي حد يخش يرد ده لو حد قدر يخش يرد فأنا دلوقتي في مرحلة تجميع ورق قضية معينة لاتحاد معين للعبة جماعية يعني خلصت تقريبا نص وفضلي نص الورق فلما يجيلي نص الورق التاني عشان وانا بتكلم مع جمهور النادي الأهلي أطلع أتكلم معاهم وأنا رفع راسي كده وأقول لهم في واحد وأدي الورقة بتاعتها هي في اتنين أدي الورقة بتاعتها هي في تلاتة أدي الورقة بتاعتها هي زي ما متعودين دايما من خلال البيت الكبير لأنه يعني أحد المسؤولين في الاتحاد بعت لي قال لي شكرا جزيلا يا كابتل إسلام على الكلام اللي أنت قلته فأنا الحقيقة طبعا هو بيت تاريق لكن أوكي ما عنديش مشكلة إن شاء الله خلال الأيام القادمة أنا حفتح هذا الملف كاملا كاملا متكاملا وأنا أول ما قلت يا جماعة أنا عايز أفتح هذا الملف لقيت إيه لقيت إيه ورق حلو كتير قوي جاي فإن شاء الله خلال الفترة القادمة ومن خلال شاشة البيت الكبير إمتى أنا مش حقدر أقول لحضراتكم إمتى ولكن أنا لسه بادئ ما بقليش يومين في هذا الأمر عندنا أجازة من الكرة للفترة اللي جاي شهر ونص يعني طبعا هنتكلم عن الصفقات وعن المدرب وعن كل ده ولكن يعني في مثل هذه الأمور ولما نيجي نتكلم عن قضية هنشوف هنشوف بقى إذا كان هناك أخطاء حصلت ضد النادي ما هو رئيس التحاد بيقول لللاعبة عنده أو تحت إدارته بيقول لها أعملك وخلصلك كل حاجة إلا قصة النادي الأهلي إلا أن أنت تروح النادي الأهلي شكرا